على خطى الأراجوز وسخريته تسير الدمياداتي طريقة ابتكرها أحمد عمر طالب المرحلة الثانوية للتعبير عن أفكاره وما يشغله هو وأبناء جيله ما كانش أصلا في بالي خالص إذا أنا أعمل عروصة في يوم الأيام بس لقيت في الحي بتاعي مثلا مشاكل كتيرة يعني مثلا الكمامة في الشوارع البطالة يعني مشاكل كتيرة في الحي بتاعي حي مبابة فأنا قلت اللي أنا أعالج المشاكل دي عن طريق العروصة فأعمل عروصة اللي هي تعالج الأضايا دي بطريقة كومدية وسخرة يجني أحمد بعض المال من العروض التي يقدمها بصحبة دميته لكن هدفه الرئيسي كما يقول إسعاد هؤلاء الأطفال وإيقاظ وعيهم بحكم اللي أنا في حي شعبي وكده فكررت اللي أنا أجمع الأطفال فعندي في البيت وكده فأعالج مثلا قضايا معينة زي البلطاجة أصل الأطفال هم يعتبر يعني الصامرة بتاعت المجتمع فلو طلعنا جيل جويس من أطفال بعد كده مش هيبقى فيه مشاكل مثلا زي بلطاجة زي بطالة هل يبقى الأطفال عندهم توعية معينة طموح أحمد في تحقيق تفوق دراسي لا يمنعه من المضي قدما في موهبته وإبداعاتها فمن خلالها يعبر عن نفسه وعن أزمات وتطلعات جيله يسين النجار لليوم على الحرة القاهرة اشتركوا في القناة